السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة عالم أم صهيب في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتطرق للعشرات الحلقة الماضية كنا ستطرقنا للوحدات قلنا بأن الوحدات سبتدئوا من 0 إلى 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والعشرات هي التي سوف نتطرق في هذه الحلقة تتكون من رقمين مثلا العدد عشر يتكون من رقمين 1 0 العدد عشرون يتكون من رقمين 2 0 العدد ثلاثون يتكون من رقمين 3 0 كذلك العدد أربعون من رقمين العدد خمسون من رقمين العدد ستون من رقمين العدد سبعون من رقمين العدد ثمانون من رقمين العدد تسعون من رقمين فالعشرة تبدأ من عشرة إلى العدد تسعة وتسعون فإذا ما لاحظنا أن هنا أضفنا نزيد بالعشرة عشرة إذا ما أضفنا لها عدد عشرة أخرى تساوي عشرون إذا ما أضفنا عشرة أخرى تساوي ثلاثون إذا ما أضفنا عشرة أخرى تساوي أربعون إذا ما أضفنا عشرة أخرى تساوي خمسون إذا ما أضفنا عشرة أخرى تساوي ستون إذا ما أضفنا عشرة أخرى تساوي سبعون كذلك إذا ما أضفنا عشرة أخرى تساوي ثمانون كذلك إذا أضفنا عشرة أخرى تساوي تسعون هذه في حالة ما إذا ما أضفنا بالعشرة فإذا أضفنا بالعشرة فإننا سوف نحصل على هذه النتيجة أما إذا أردنا أن نضيف بالواحد فإننا سوف نضيف العدد واحد للعدد عشرة إذا ما أضفنا العدد واحد للعدد عشرة يصبح 11 هنا يتغير الصفر ويصبح الواحد أما الواحد فلا يتغير يعني إذا ما أضفنا كذلك العدد واحد للعدد اثنان للعدد عشرة يصبح 12 إذا ما أضفنا العدد ثلاثة للعدد عشرة يصبح 13 إذا ما أضفنا العدد أربعة للعدد عشرة يصبح 14 إذا ما أضفنا العدد خمسة للعدد عشرة يصبح 15 إذا ما أضفنا العدد ستة للعدد عشرة يصبح 16 كذلك إذا ما أضفنا العدد ستة للعدد عشرة يصبح 17 إذا ما أضفنا العدد ثمانية للعدد عشرة يصبح 18 إذا ما أضفنا العدد تسعة للعدد عشرة يصبح 19 هنا إذا ما أضفنا عشرة للعدد عشرة يصبح 20 فهنا يتغير العدد واحد ويصبح العدد اثنان هذه الطريقة نطبقها على جميع الأعداد التي تتكون من رقمين حتى للعدد تسعة وتسعون في هذه الحلقة تطرقنا من عدد عشرة إلى العدد عشرون وتطرقنا من عشرة إلى تسعون أضفنا بالعشرة فوصلنا للعدد تسعون وأضفنا بالواحد ووصلنا لنتيجة عشرون الحلقة المقبلة إن شاء الله سوف نتطرق إلى العدد ستون أتمنى من الله أن تكون هذه الحلقة قد أندت إعجابكم إلى حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته